هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعا لكم بمقطع جديد ومقطع زلها بطبع في مقطع اليوم رح نستكمل نيوز واير روكستار جيمز التاريخي اللي نزلته قبل امس وفيه رح نتكلم عن معلومات جي تي اي في اكسباند الانهانس وموعد اصدارها ايش مميزاتها واش الجديد فيها رح نفصل في نيوز واير على جميع ما تعلق بجي تي اي في المحسنة فلذلك اربطوا الاحزمة وخلونا خش سويا في المقطع طيب زي ما تعرفون روكستار جيمز امس نشرت نيوز واير تاريخي وفيه وبالخط الكبير العنوان كان تحديث لمجتمع سلسلة اغران ديفت اوتو وفيه تكلموا عن الاشياء الجديدة القادمة لتحديث the contract في جي تي اي اونلاين وعطونا التفاصيل الرسمية عن جي تي اي في اكسباند ان انهانس والمزيد من الاشياء الاخرى وغطينا طبعا موضوع اعلان جي تي اي سي اكس والان رح نغطي موضوع جي تي اي في اكسباند انهانس وجميع ما يتعلق بها في نيوز واير الاخير بدأوا نيوز واير بالتالي مع استمرار نمو مجتمع جي تي اي في و جي تي اي اونلاين بشكل اقوى مع مرور كل عام نود ان ننتهز هذه الفرصة لنشكر الجميع على اللعب معنا خلال عام 2022 مع دخولنا للجيل الثالث من الاجهزة الجديدة لدينا المزيد من الاعمال والتحديثات والمشاريع القادمة في 2022 وما بعدها ويليكم نظرة على بعض ما هو قادم وبعدها مباشرة تكلموا عن جي تي اي في اكسباند ان انهانس وفيها قالوا مجتمع جي تي اي في كل ماله يصبح اقوى من اي وقتين مضى يسعدنا ان نعلن ان جران ذيفت اوتو في و جران ذيفت اوتو اولاين قادمة للجيل الجديد البي اس 5 والاكسبوك سيريس اكس والايكس في 15 مارس القادم والتي بدورها ستوفر تجربة فريدة للعالم المفتوح على احدث الاجهزة نحن نقدر بصدق دعم المجتمع باكمله لنا على مر السنين حيث ان اللعبة تتجه الى اصدارها الثالث على ثلاثة اجيال مختلفة جي تي اي في و جي تي اي اونلاين لاجهزة الجيل الجديد قادمة بجرافيكس محسن جزئيا وبدقة تصل الى 4K 60fps وتحسينات في الرسومات ودرو ديستينس وكذلك ستضم خيار الـ HDR وتتبع الاشعة بالاضافة الى الاستفادة الكاملة من قوة اجهزة الجيل الجديد والتي تساعد في جعل اوقات التحميل واللودنج سكرينز اسرع و اقل وكذلك لابد ان نذكر ان هناك تحسينات على اصوات 3D والمزيد من التحسينات الاخرى اوكي معلومات ضخمة يا اخوان واخيرا بعد طول الانتظار رسميا عرفنا موعد اصدار جي تي اي في اكسباندد الانهانس واش يميزها عن غيرها من النسخة الاخرى لجي تي اي في اخيرا يا اخوان جي تي اي في اكسباندد الانهانس راح تنزل في 15 مارس 22 يوم الثلاثة بعد 37 يوم بالضبط فحرفيا وبعد طول الانتظار ولانا قرابة السنة ونص نقدر نقول انه جي تي اي في اكسباندد الانهانس قادمة بعد شهر واحد تقريبا طبعا روك ستار جيمز في نيوز واير حق جي تي اي في اكسباندد الانهانس كانت واضحة جدا انه ترى الجرافيكس في النسخة المحسنة نعم راح يتحسن لكن لن يكن بالتحسن الكبير اللي متخيلينه بعض اللاعبين تحسن جيد الى ممتاز لكنه ليس الى خيالي زي ما كانوا يتوقع كثير اللاعبين وصراحة عن نفسي كنت متوقع هذا الشيء نظرا الى انه اساسا جي تي اي في نازلة من 2013 والان كذنا في 2022 فاحس انها وصلت الى اخر حد لها من الجرافيكس وقوته اشوف خلاص هذا اكثر شيء ممكن توصل له اللعبة طبعا الجميل في جي تي اي في اكسباندد الانهانس انه اللعبة راح تشتغل على دقة الـ 4K 60 FPS وهذا امر جدا جدا اسطوري ورهيب والاحلة كذلك انه دقة راح تكون 4K 60 FPS مهما كان الوضع في اللعبة انفجارات زحمة في السماء في الارض تحت الارض داعس تضارب 4K 60 FPS ما راح يهتز نهائيا سواء كنت في طور القصة او في جي تي اي اولاين كذلك احد اهم المميزات اللي ذكروها واضافوها واللي عجبتني كثير جدا هو موضوع زيادة وتحسين دروي دستينس وهذا امر جدا جدا مهم لجي تي اي اولاين لطالما كنا نعاني منه طوال السنين السابقة زي ما تعرفون لما تقعد تفايت واحد مثلا في جي تي اي اولاين ويكون بعيد عنك ما تقدر تشوفه لما يكونوا بعيدين عن بعض دروي دستينس ما راح يرسم لك عدوك وانت تتقاتل معه بالسنايبر ولا حاجة فدروي دستينس وتحسينه راح يجعل جي تي اي في على الجيل الجديد تخليك تشوف عدوك حتى لانه بعيد عنك بشكل كبير جدا فتحسين الدروي دستينس امر جدا رهيب وكنا منتظرينه من فترة طويلة ايضا وعلى اجهزة الجيل الجديد جي تي اي في اكسباندد راح تدعم خيار الاتش دي ار وتتبع الاشعة وهذه الميزتين لوحدها راح تنقل اللعبة الى مستوى اخر كليا وتجعل اللعبة افضل والاهم من ذلك الاستفادة القصوى من قوة اجهزة الجيل الجديد البي اس 5 والاكسبوك سيريس اكس جي تي اي في اكسباندد الانهانس و جي تي اي اونلاين بسبب قوة اجهزة الجيل الجديد ستصبح جي تي اي في و جي تي اي اونلاين يسوون لودنج بشكل اسرع مما تتخيل ما تأخذ عشرين ثانية الا كذك في سيرفر جي تي اونلاين او انك خشيت طور القصة كلها تصير في لحظات معدودة بوم كذك خشيت طبعا طور القصة راح تخشه بشكل اسرع ممكن توصل ل اثنى عشر اثنى عشر ثانية بالنسبة للاونلاين يختلف ممكن تصل الى خمسة و عشرين ثانية لكن السرعة راح تكون مجنونة في اللودنج سكرينز والسبب يعود الى قوة اجهزة الجيل الجديد البي اس 5 والاكسبوك سيريس اكس فشي رهيب صراحة ان الروكستار جيمز تستفيد من هذا الامر الى اخر درجة وروكستار جيمز لما تقولين راح تستفيد من امر الى اخر شي فهي تقصد كلامها فحرفيا هذا الميز راح تكون احد اهم الاشياء في جيتي اي في اكسبانديد ان انهانس فصراحة يا اخوان متحمس كثير 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 لهذه الامور و جيتي اي في اكسباندي ان انهانس ومتحمس لتجربة افضل نسخة من جيتي اي في في خمسة عشر مارس طبعا في نهاية نيوز وغير روكستار جيمز يعني رجعت مرة اخرى وذكرت انه جيتي اي اونلاين النسخة المستقلة ستصدر كذلك للجيل الجديد البي اس 5 والاكسبوك سيريس اكس في خمسة عشر مارس القادم وذكرونا وبشدة انه ترى اصحاب اجهزة البي اس 5 راح تكون جيتي اي اونلاين المستقلة عندهم مجانا لمدة ثلاثة اشهر بمعنى بدءا من خمسة عشر مارس القادم جيتي اي اونلاين المستقلة راح تكون مجانا لهم لمدة ثلاثة شهور قدام لو اخدتها في الثلاثة شهور هذه راح تبقى معاك للأبد لذلك يا حقين البي اس 5 لا تفوتكم هذه الفرصة واستغلوها تماما 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 ملاحظة بسيطة ترى الشي المجاني او النسخة المجانية راح تكون جيتي اي اونلاين المستقلة فقط ليست جيتي اي في طور القصة او جيتي اي في اكسباند انهانس جيتي اي في اكسباند انهانس راح تضم الاثنين طور القصة و جيتي اي اونلاين لكن في اول ثلاثة اشهر بدءا من خمسة عشر مارس جيتي اي اونلاين المستقلة والمفصلة راح تكون مجانا لثلاثة شهور لحقين البي اس 5 وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطعا اليوم وفيه شوفنا جميع ما يتعلق عن جيتي اي في اكسباند انهانس عرفنا مميزاتها و كذلك عرفنا موعد اصدارها اخيرا طب كيوصلنا معاكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكريب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم اشتركوا في القناة